متحت شاب كثير الغضب بعد وفاة والده رفض اتمام زواج اخته هبة واخبر امه بذلك مدعيا ان خطيبها من الريف واخته جميلة وجامعية وميسورة الحال ولا تكافؤ بينهما الا ان امه اخبرته بان اخته فضلت هذا الشاب على كل من تقدم لها بسبب ثقواه وذكرته ان اباه وافق ايضا عليه وتمت الخطوبة وفي يوم عقد قران هبة اخبرها متحت انه لا مراث لها اذا اصرت على رأيها فابتسمت ودعت له من قلبها بالهداية وصلاح الحال تم الزواج وانتقلت هبة الى بيت زوجها بالريف وظل متحت عاما لا يذهب لزيارة اخته حتى جاء يوم مرضت فيه والدة متحت فطلبت امه منه ايصال بعض الاغراض الى بيت شقيقته لعدم قدرتها على الذهاب اليها فحاول متحت التهرب الا انه ذهب بعد بكاء امه له وتذكيرها له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم وتوجه متحت لبيت اخته بعدما اعلمتها امها عبر الهاتف بقدوم اخيها وعندما وصل متحت تعجب من السعادة الرهيبة التي لمحها في عيون اخته حتى انها ظلت تحدث اهل بيتها عنه بسعادة كبيرة انه اخي حبيبي نعم لم يزرني من قبل بسبب عمله الشاق المسكين لا يرتاح شعر متحت بالخجل بعد تبرئتها له من تهمة اهماله ودفاعها عنه باعذار واهية ثم فوجئ بتقديمها المشروب الذي يحبه مع الحلوى التي يعشقها وعندما حاول مغادرة البيت من الخجل لمح دموعا تجمعت في عينيها فعلم انه لو غادر البيت لانفجرت بعد مغادرته بالبكاء وقرأ نظراتها التي تقول له تزورني لاول مرة منذ عام وتريد ان تتركني بهذه السرعة هل اتيت من اجل توصيل هذه الاغراض فقط وانا الا يهمك امري مطلقة جلس متحت وبدأ يتذوق الحلوى فكادت اخته تطير من السعادة واتصلت بزوجها تطلب منه الحضور وتخبره بقدوم اخيها ولو استطاعت لاخبرت كل الجيران بقدومه من شدة سعادتها حيث كانت فرحتها كطفلة تحتضن عودة ابيها بعد طول انتظار وبعد ساعة غادر متحة اخته وتساءل انا لا استحق كل ذلك الكرم فكيف تمكنت اختي من تقديم كل ذلك لي وانا الذي دفنتها منذ عام في مقبرة النسيان غادر متحة البيت وظلت اخته تطل عليه من نافذة غرفتها حتى ابتعد لقد ودعته وكلها خوف ان تكون اخر زيارة منه لها لذلك ظلت تقول والدموع في عينيها عد لزيارتي مرة اخرى يا اخي وظلت تدعو الله ان يعيد ود اخيها لها وفي اليوم التالي فوجئت هبة باخيها يأتيها وسط دهشتها ودهشة اهل زوجها ويقدم لها شيكا بكامل ميراثها ويطلب منها باكيا ان تسامحه عن كل ما مضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا